اللي تتعلق بالشأن العراقي هو أن العراق حصل على رفع تحفظ كل من البحرين والسعودية والأمارات على مشاريع قرارات تتعلق بتدخل التركي في الأراضي العراقية وهذا أمر مهم جداً وبقي التحفظ القطري ونعمل على رفع هذا التحفظ أيضاً العراق قدم مشروع قرار مهم جداً لدعم النازحين على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي وتم قبول هذا القرار كواحد من بنود القمة العربية وتم رفعه إلى وزراء الخارجية العرب واتفق الجميع على مبدأين المبدأ الأول أن تخرج هذه القمة بشكل توافقي دون وجود تحفظات واختلافات بين أعضاء البيت العربي هذا رقم واحد الأمر الثاني أن يذهب الجميع وأقصد جميع العرب أن يذهبوا إلى حلول سلمية بعيدة عن القتال والاحتراب ترجمة نانسي قنقر